انا يعني اتكلمت في الموضوع ده كتير وافضل اتكلم فيه الى ان يشاء الله طول ما انا بيشتغل في الشغلانة دي وطول ما انا بطلع اتكلم مع حضركه هتلع اتكلم في القصة دي الموضوع من حوالي شهر كده قلت لحضركه انه هو بقى ماسخ وبايخ ومزعج ممكن تقول عليه دلوقتي انه بقى مؤرف وبقى يرتقي الى مش بس التجاوز والتطاول ده بقى قلة حية وممكن تسميه قلة ادب ولازم يبقى ليه وقفة كن ان اي حد سواء هو كان نجم كورة قبل كده او واحد بني ادم عادي مالوش علاقة بالكورة غير انه هو مشاهد او متفرج يبقى ليه رأي فني ينتقد فيه محمد صلاح انا جبت لك بقى البرنس بتاعنا محمد صلاح ينتقد انني ينتقد عبدالله السعيد ينتقد اي لعيف منتخب مصر ده عادي وطبيعي جدا انت عندك رأي يقول اللي انت عايزه براحتك تماما لكن ان انت تبقى بتهين اللعيب لا ده مسموش نقد ده استزراف وقلت حيا وقلت ادب وتجاوز واهانة وملهمش مراضف ولا تفسير ولا معنى ولا توصيف غير كده وتزعل وتداي اكتر ويتحرق دمك واعصابك اكتر لما ده يكون صادر من واحد يطلق عليه وبقول للأسف او من بعض الناس يطلق عليهم للأسف وبينقصين للأسف نجوم كرة قدم سابقين للأسف المفروض هم اللي يعلموا الناس ازاي تتكلم وازاي تعبر عن رأيها الفني لكن لانه مفيش رأي فني لانه مفيش فراغ كله فراغ هوا مفيش حاجة بنقولها فنية فاحنا بنستزرف وبنهين وبنتجاوز وبنتطاول وبنقول كلام لا يطلق عليه إلا إنه قلة أدب وقلة حياة لعيدة الكرة دول بني أدميهم ليهم إخوات وصحاب وزوجات وأباء وأمهات ليه يسمعوا إهانة يعني ليه عشان إيه يسمعوا إهانة انقضهم يا أخي قلوهم انت غلطان في واحد اتنين تلاتة اربعة بدل ما تشتغل كده اشتغل كده بدل ما تبصي كده بصي كده بدل ما تتحرك كده تحرك كده لكن لعشان أرجع وأقول وكرر لانه مفيش أصلا حاجة فنية تتقال لانه فيه فراغ فيه هوى مفيش حاجة تتقال فنية لانه مفيه حاجة تتقال فنية عليها القيمة كانت تتقالت فأنا باخد الطريق السهل عشان أنا مهووس وإحنا مهويس اللي أنا بتكلم عليه من دون مهويس بالترند ومهويس بقصف الجبهات فأخد الطريق السهل وأقول إيهانة يسير الأفلام الإباحية بتجيب على فكرة مشاهدات رهيبة جدا بس دور على ال panting إيه المحتوى اللي بيتقال إيه محتوى اللي بيتقال فيها إيه المحتوى اللي حضرك بتقوله إيه اللي هيستفيده لعيب الكرة لما أنت تهينه إيه اللي هيستفيده هل انت لما بتقول لاخوك حاجة ولا اختك حاجة ولا قريبك حاجة بتقول هلو بالشكل ده بالتقطيم ده بالإهانة دي بالتجاوز ده في حد في الدنيا بني قدم سوي ممكن يستفيد من حد بيهينه انا بكلم بمنطقة الصراحة يعني الموضوع بقى حاجة يعني انا اسف والله العظيم يعني بس الموضوع بقى حاجة انا اسف جدا يعني حاجة قزرة جدا جدا مش بقول كده عشان في حد فوق النقد ابدا انتقد النني انتقد صلاح انتقد عبدالله السعيد انتقد اللي انت عايز تنتقده مافيش حد في الدنيا كامل كمال اللي لا وحده قول ده مش موفق النهارده قول النهارده ده اوحش قول ده يا سيدي النهارده ماكانش في احسن حالات قول النهارده ماكانش ليه وجود ماعملش حاجة ودلل بحالات زي ما احنا الناس الجمال اللي بيتلعوا معانا في point time sports بيعملوا من نجوم انجا من نجوم منتخب مصر لكل زملائنا الشباب المحللين اطلع اتكلم بحاجة بمحتوى يفيد الناس ويفيد الراجل اللي انت بتنتقده لكن اهانة اهانة واستزراف ودم ماسخ وحاجة يعني حاجة يعني عية بصراحة حاجة تعي واللعيبة دول اخواتنا وصحابنا وبيلعبوا باسمه وانتخب مصر يا اخي انتقدوا وفيدوا بحاجة فنية لكن ايه زنب باي لعيب من لعيباتنا زي النيني ولا عبدالله السعيد ولا غيرهم اخواته واصحابه женاجية ورايبوا يسمعوا بيتهان عشان ايه يعني ليه يعني واريتو بيستفيد حاجة من اللي بتقال واريتو یاريت في حاجة بتتقال عليها الايمة عليها الطالة ونرجع في الاخر نقوله مع الناس الجمعة مفعش تعملوا كده الجمعة ما تنتقدوش اللعيبة كده طب ده الناس تعمل ايه لما تشوفة كنت بتعمل كده لما تشوف كنتم نجوم كنتم ملء السمع والابصار وانتوا العيبة بتعملوا كده في زميلكم دول إخواتكم الصغريين وزميلكم وانتوا بتتكلموا عليهم كده عايزين ناس تعمل ايه؟ ده انتوا بتعملوا كده على الهوى قدام الملايين ام اللي اعب بقى ورا كيبورد واللي ورا تليفون ما بيتعلم منك ما بيشوف هو كده بابتدأ يتخيل ان ده نقد ده وده لا نقد ولا نيلا ده فراغ لازم النجوم الكبيرة تقول كلام كبير زيها يبقوا على قدر اسميهم وهم بيلعبوا ومش كل نجم كبير يصلح انه يبقى لعيب كبير يبقى مدرب كبير ولا اعلام كبير ولا مدير فن كبير ولا حكم كبير ولا ادار كبير كل مجال وليه امكانياته وليه ابجدياته وليه مؤهلاته واكيد اكيد يعني اكيد مش من مؤهلات المحلل ان يكون بيهين ولا بيتجاوز ولا بيقل ادبه ولا بيستزرف ولا بيهين لعيبة بسم الله ما شاء الله مكسرت الدنيا في انجلترا وفي اندياتها اللي بتلعب فيها وعملين نجاحات في كل حتة بيلعبوا فيها وحتى يا سيدي لو مش عاملين وحتى لو مش مؤدين كويس انقضوا يا سيدي ببلاكش ما تنقضوش بس باحترام بادب بحاجة فنية عليها الايمة بتتقال مش بيهانة وتجاوز وتطاول وتجاوز واستزراف ويعني قلتها وبقولها للأسف الشديد ظاهرة يعني في منتهى السوء منتهى السوء لا تليق بينا ولا تليق بأسامي الناس اللي بتقولها ولا تليق باللعيبة بتاعتنا ولا بالكرة المصرية ويا رب يا رب نصحة كده نقوم ننام ونقوم نلاقي الزرى دي اختفت لان هي فعلا حاجة في منتهى السوء ومنتهى القرف بصراحة فصل سريع ونستخدم